منين جيتنا هذا الخدمة الخامجة هذا الخدمة الساقطة جاية من بوسبير بونيف يهين الشعب المغربي ويطبل لنظامه العسكري ويستحمر الشعب الجزائري موضوع موضوع فاشل لا فائدة منه لا يسمن ولا يغني من جوع موضوع المغرب بوسبير المروك بوسبير المروك بوسبير موضوعك يا بونيف موضوع فاشل موضوع لا يسمن ولا يغني من جوع أتحدىك إذا كنت صحفيا أو إعلاميا كما تدعى أنت وأمتلك أن تتحدث عن برنامج تنموية أو مشاريع اقتصادية أنت مجرد طبال تطبل لنظامك العسكري وتستحمر الشعب الجزائري وتهين في الشعب المغربي لم تستطع أن تتحدث عن برنامج تنموية أو مشاريع اقتصادية لأنها لا توجد هناك أي برنامج تنموية أو أي برنامج لمحاربة الهشاشة والفقرة أو البطالة في البلاد أنت مجرد طبال تطبل أتحدك أن تتحدث عن مشاريع اقتصادية في البلاد والله لم تستطع أن تفعل ذلك لأنك مجرد طبال تطبل لأسيادك وتهين في أسيادك وتستحمر في أسيادك هذا ما تفعله أنت وأمتلك أسمعوا واش راهي يقول ولكن يزول العجب إذا عرف السبب واش هو السبب؟ موس بير واش تستهدف؟ ماذا تستهدف؟ الأطفال الذين يدرسون في الابتدائية التحرش وإفساد أخلاق واستغلال الأطفال الذين يدرسون في المدارس الابتدائية جنسية منين جيتنا هذا الخدمة الخامجة هذا الخدمة الساقطة جاية من بوسبير هذا التحرش اللي رك تكلم عليه يا عديمي الضمير يا عديم الأخلاق وعديم الشرف هذا التحرش الجنسي اللي رك تقول فيه يعود إلى الحقبة العثمانية يعود إلى التاريخ العثماني كلنا كان عرفوا بأن العثمانيين استعمرواكم ثلاثة القرون وما يزيد على ذلك ثلاثمائة وعشرين سنة والصرف هذ العثمانيين اش كانوا كيدروا في عهد الاستعمار ديالهم الجزائر كانوا كيمارسوا الجنس والبعارم على أطفال دكور يا خلق ربي هذا تاريخك انت وأمتالك مع كل احتراماتي للشعب الجزائري المحترام مع كل احتراماتي للشعب الجزائري المحترام هذا التحرش الجنسي ديال الأطفال اللي رك تتكلم عليه انت اليوم يعودوا إلى الحقبة العثمانية إلى التاريخ العثماني خلوا فيك هذ المرض انت وأمتالك خلوا فيك انت وأمتالك خلوا فيك هذ المرض هذا العثمانيين نزرعوه فيك. انت وامتال ديالك. انت اللي كتطبل للنظام ديالك وكتسيء للشعب المغربي وكتستحمر في الشعب الجزائري. انت كتطبل للنظام ديالك. كتستحمر في الشعب الجزائري وكتسيء للشعب المغربي. وما خفتيش بينك وبين الله. انت اللي رك تكلم بصفت اعلامي وبصفت صحفي ومتقف وعندك دكتورة وما نعرفش حالت على كذوب وتعزعت وتحجرة ما عندك. لان الانسان اللي تكون متقاف وعنده يعني عنده تقافة وعنده هدي المجتمع وكذا ما كيهضرش بعد الاسلوب. انت محتوى كله فاشيل. موضوع ديالك هو الاستحمار. استحمار الشعب الجزائري والاساءة للشعب المغربي. لا لانك كتطبل الكابرانات ديالك للنظام ديالك. هذا ما عندك. ما عندك شي حاجة اخرى من الفوق. اما الشعب الجزائري والشعب المغربي. الناس المحترمين رهم اشيقاء. ولكن انتو مادرتو فيها فرقو تسود. تكلم على برانامج تنموية. تكلم على مصانع الدرج جديدة في الجزائر. عندكم الناس لتسانوات ما مخلصاش. عندكم ناس تلتسانوات ما مخلصاش الناس خدمة فابور. عندكم الناس ما عندهمش ما وصلهمش تريسينتي في الجبال وفي الخلاوات. عندكم الناس خصهم بحاجتين الى الماء صالح للشرب. الناس ما عندهمش في الجبال الماء صالح للشرب في الجزائري يا خلق ربي. الناس بحاجة الى تريسينتي. الفلاحة هم خارجين يغوطوا خاصهم الماء خاصهم تليسينتي باش يجب دول ما من اللي بيات تكلم على برنامج تنموية تكلم على على محاربة البطالة على تنمية الشباب تشغيل الشباب اعطونا مشاريع تنموية اعطينا مشاريع تنموية اعطينا مشاريع احياء صناعية دار اعطينا اعادة هيكلة المدون المدون عندكم بحاجة الى اعادة الهيكلة ما عندكمش اعادة الهيكلة صاحبي بزاف ديال المدون تماه في الجزائر خاصة اعادة الهيكلة عندنا احنا بزاف ديال المدون انه ادارت اليوم اعادة الهيكلة تشوفهم انت الدوخ واقسين بالله انت تشوفهم الدوخ وعندكم تماه الزبل وعندكم الوسخ في المدون خاصة اعادة الهيكلة للمدينة باش تقعد باش يتساوبوا المدون باش يجيوا الناس بعدها اللي اجاي يشوف. انتم باغي انتنظموا ما نعرفوا شمال ماتش هاد어 الكورا هادي انا ما عنديش كار مساحة TRÓN تستقبلوا الناس من جمع الدول باش غا تستقبلهن خسكم اعادة لهايكل المدون خسكم TRONSTPOR ما عندكمش الطبوسات ما عندكمش النقل ديال المسافرين عندكم كل شي من يكن ما تحت حاجة ما كيناش ليبيس ديال المدينة يعني النقل ديال المدينة الطبوسات ما عندكمش كل شي عندكم وكوري قابل غير المروك المروك انت اي حاجة المروك. بوسبير المروك. الموضوع ديالك موضوع فاشل. الموضوع ديالك كل مواضعك فاشلة. لا فائدة منها. لا تسمنوا ولا تغني من جوع. المواضيع ديالك مواضيع فاشلة لا تسمنوا ولا تغني من جوع. اللي اناش مقابل انت عندك بوسبير المروك. بوسبير المروك. كتستحمر في الشعب الجزائري وكتهين في الشعب المغربي وكتطبل للنظام الكابرانات ديالك كتطيب في قاملتك أما بالنسبة للمروك أراهم الرجال عليك وبالزاف عليك والنساء المغربيات الشريفات اللي رك تكلم عليهم رك ما تلحقهمش أراهم صعاب عليك أراهم شي بحل حناك وبحل أختك في ذاك التاريخ اللي كانوا يمارسوا مع العثمانيين ومع الفرنسيين أنت أختك مني كانت وحناك وجدك مني كانت تمارس مع العثمانيين ومن بعد العثمانيين جاءوا الفرنسيين ليست عمروكم 132 سنة يعني المجموع ديال الاستعمار 452 سنة وانتلحت الاستعمار وجيك أتتكلم عن المغرب المغربيات مني فرنسا أنفات محمد الخميس الله ولي برحمة الله لماذا غاشقر المغريبيات خرجوا مناضلات هاد المغريبيات اللي رك تتكلم عليهم رك ما تلحقهمش المغريبيات شريفات عاففات خرجوا مناضلات كي ينادلوا ضد استعمار مني كانت حنك أنت مفرق رجلي هالنصارى خصك تعرف هاد القادية هادي انت ليرك تهين في المرأة المغربية الشريفة العاففة المرأة المغربية مني محمد الخميس مني نفوه فرنسا والله ولي برحمة الله مني دوه فرنسا نفوه المده غاشقر المغريبيات خرجوا مناضلات خرجوا محاربات كيتحاربوا على البلد ديالهم رجال ونساء ماشي بحال حنك أنت اللي كانت مفرق رجلي هالطوار كان العتمانيين والأطراك والفرنسيين تخصك تدير هاد القادية فرسك المرأة المغربية رأي بزاف عليك لأنك بزاف الفيديو وديلك شفناك تتحدث على المرأة المغربية وتتقول كاذا وكاذا المرأة المغربية بزاف عليك المرأة المغربية حرة ما تخدرش عليها أنت ترجمة نانسي قنقر